السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق الأمم تقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال طبعاً موضوعنا لهذا اليوم عن البيوتكنولوجي أو تسمى بالتكنولوجيا الحيوية وهي تمثل مجالاً علمياً يستخدم الأنظمة البيولوجية والكائنات الحية أو أجزاء من هذه الكائنات لتطوير أو صنع منتجات متنوعة من الزراعة إلى الطب كذلك الإنتاج الغذائي إلى الحفاظ على البيئة حقيقة تقدم هذه التقنية البيوتكنولوجي التي تتسابق حولها الأمم والشعوب إلى إمكانيات غير محدودة لتحسين الحياة على الأرض كذلك معالجة التحديات الصحية وضمان الأمن الغذائي تخيل بتسهيل فكرة البيوتكنولوجي أو موضوع البيوتكنولوجي أنك تستطيع أن تجعل النباتات في الحديقة تنمو بشكل أسرع مثلاً النبات يأخذ الشهر كامل حتى ينمو يمكن أن تجعلها ينمو بأسبوع أو ثلاث أيام أو تجعل الفاكهة تبقى طازجة لفترة أطول حقيقة البيوتكنولوجي مثل السحر العلمي يساعد العلماء على فعل أشياء قد نستغربها أو نستهجنها نقول من المستحيل ولكن عن طريقة تغيير في الخصائص لهذه المواد يمكن أن يحدث هذا السحر العلمي نظر من تطبيقات البيوتكنولوجي مثلاً في الطب في الطب تشمل تقنيات مثل الهندسة الجينية أو العلاج الجيني أو حتى الطب المخصص يتيح تشخيصاً أدق وعلاجات أكثر فعالية للأمراض المعقدة مثل السرطان والأمراض الوراثية كذلك استخدام البيوتكنولوجي لصنع أدوية معينة مثل الأنسولين الأنسولين يصنع لمرضى السكري أيضاً في المجال الزراعي تستخدم البيوتكنولوجي لتطوير محاصيل معدلة وراثياً تتمتع بمقاومة أعلى للآفات والأمراض وكذلك الإنتاجية تكون أفضل وقدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية طبعاً هذا كله يساعد في موضوع تحسين الأمن الغذائي من ضمن الأمثلة في المجال الزراعي الذرة والصوية مثلاً الذرة والصوية تم تعديلها لتكون أكثر مقاومة للآفات وكذلك لتحسين كمية الإنتاج أيضاً في المجال الصناعي في الصناعة تستخدم البيوتكنولوجي في إنتاج الأنزيمات والمواد الكيميائية البايولوجية أيضاً تطوير بدائل مستدامة للمواد البترولية ومعالج النفايات بطريقة صديقة للبيئة أيضاً في البيئة تستخدم البيوتكنولوجي لمكافحة التلوث حيث تستخدم الكائنات الحية لتنظيف المواقع الملوثة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على أنواع المهددة بالانقراض توجد حقيقة مجموعة من المبادرات في الدول العربية منظم منها في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله العلوم والتقنية هذه أيضاً فيها كثير من البحوث العلمية التي تجرى حول موضوع الهندسة الوراثية حول موضوع البيوتكنولوجي خاص بالنباتات المايكروبات لتحسين الإنتاج الزراعي ومقاومة الأمراض أيضاً المركز القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية حيث يعمل هذا المركز على مشاريع بحثية في مجال البيوتكنولوجي بما في ذلك تطوير لقاحات جديدة واستخدام حتى التكنولوجيا الحيوية في معالجة المياه والنفايات أيضاً في مبادرات في الإمارات العربية في دبي حول بعض المراكز البحثية تعمل حول هذا الموضوع في الأردن مدينة الحسين للعلوم الحيوية أيضاً في جهود في هذا المجال لتطوير وتحسين مجالات الطب الحيوي والزراع الحيوية وتهدف إلى تطوير الأدوية والمنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحيوية أيضاً في تونس في المعهد الوطني للبحث في الهندسة الريفية والغابات يعمل على استخدام البايو تكنولوجي في مجالات مثل تحسين الإنتاج الزراعي وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف أيضاً هناك مركز قطر لإبتكار والتكنولوجيا كيتكوم حيث يعمل هذا المركز على دعم الإبتكار والتكنولوجيا في دولة قطر وينظم العديد من الفعاليات والرش العمل والمؤتمرات في مختلف مجالات التقنية بما في ذلك البايو تكنولوجي ضمن التحديات في هذا المجال نقص التمويل يعني لإجراء بحوث في مجال بايو تكنولوجي تحتاج إلى تكلفة عالية ما يعيق طبعاً تقدم الدول العربية وخاصة النامية في هذا المجال أيضاً في نقص في الكوادر البشرية المؤهلة التي يمكن أن تعين في البايو تكنولوجي وأيضاً ضمن التحديات حقيقة هو الافتقار إلى البنية التحتية نحن نفتقر في دولنا العربية في بعض طبعاً الدول العربية إلى البنية التحتية اللازمة لدعم أبحاث البايو تكنولوجي طبعاً في الختام نقول أنه البايو تكنولوجي تعتبر من المواضيع الهامة التي تتسابق حولها الدول والأمم والشعوب وتعد البايو تكنولوجي ثورة علمية وتقنية تعد العالم بإحداث تحولات جذرية في طريقة عيشنا وتفاعلنا مع الآخرين وتفاعلنا مع العالم الطبيعي طبعاً من خلال البحث المستمر والابتكارات والتجارب حول هذه التقنيات يمكن استفادة لإيجاد حلول جديدة لبعض من أكثر التحديات الحاحن في العالم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر